اشتركوا في القناة لتجنب تفريغ طيور ضعيفة صحيا فيه ولكن في فصل الشتاء نقابل جميع مشكلة التقصي البارد التي تعاني منه بعض الطيور نهيك عن بعض الأمراض التنفسية المنتشرة بشدة في هذا التوقيت من السنة ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف معنا على الطريقة الصحيحة للخروج من هذا الفصل المهم للطيور بأفضل نتاج المرضي للطيور ولنا على حد سواء عزيزي المربي ليست درجة الحرارة المنخفضة هي السبب الرئيسي لإضابات الطيور بالبرد فقد تأقلمت معظم الطيور بشكل مزهل للتعامل مع درجة الحرارة المنخفضة بدون مشاكل بل وستطعت أن تجعلها عامل محفظ للتزاوج والتكاسر ولتمتع الطيور بخلفية صحية مناسبة أسسها المربي لها قبل ومع بعض فصل الشتاء المشكلة الحقيقة والسبب الرئيسي لإصابة بالبرد والأمراض التنفسية هو الطيارات الهوائية المباشرة والتي تتعرض لها الطيور أثناء انخفاض درجات الحرارة والتي تتأدي بدورها للإصابة بالبرد ويتبعها باقي الأمراض المتلاحقة والتي تؤدي في النهاية إلى فقدان الطيور لذلك يجب عليك اتباع الإرشادات التي سوف نقولها كيفية عزل الطيور عن البرد والطيارات الهوائية الكثير من المربيين يختلف مكان تربية طيورهم عن بعضهم البعض فقد نجد من يربي الطيور في الشرفات والأماكن المفتوحة وآخر يربي طيوره داخل الغرف المغلقة وكليهما يتعرض لإصابة عند الإهمال في الرعاية وعدم الاهتمام بالعزل الجيد فنجد من يربي طيوره في أماكن مفتوحة مثل البلكونة وغيرها ترك أن الطيور عرضا للمطر والطيارات الهوائية ليلا ونهارا ولعزلها وحمايتها يجب أن نتبع الآتي قفل البلكونات بستائر خلال الليل لتخفيف كميات الهواء المتدفق للداخل تغليف الأقفاص والسلاكات بمادة عازلة شفافة مثل بلاستيك التغليف من جميع الاتجاهات مع فتح أماكن أبواب الأقفاص عزل الأقفاص والسلاكات عن الجدران بوضع فاصل بينهم من الكرتون المقوى أو عدة طبقات من ورق الجرائط وجود مصدر ضوئي بعث للحرارة في المكان لتفع درجة الحرارة للمكان مثل مصابيه الحرارة ذات الطراز القديم وليست دفايات أو أشعة الشمس تغضية الأقفاص السلاكات بقطع من الكماش السميك ليلا وبرفعه في الصباح أما المربي التي توجد طيوره في الأماكن المغلقة يجب عليه اتباع هلأتي عدم نقل الطيور من الغرف للخارج في أي وقت من أوقات اليوم حتى مع وجود أشعة الشمس عدم فتح أماكن تهوية في مكان التربية يدخل منات طيارات الهوائية بشكل مباشر على الطيور إذا كانت هناك فتحات للتهوية تغلق ليلا وتفتح نهارا وعند فتحها لابد من عزل الأقفاص السلاكات بمادة عازلة لتجنب الإصابة من تغيرات درجة الحرارة في المكان لابد من توفر مصدر إضاءة بعسل الحرارة في المكان للمحافظة على ارتفاع درجة الحرارة عن الخارج بفارق وسيل تذكر أخي الكريم أن العزل الجيد للتائرات الهوائية يعني انخفاض تعرض طيور لإصابة بالبرد في فصل الشتاء ولكن هذا نصف الوقاية والوقاية الكاملة من البرد يجب الاهتمام الجيد بالتغذية فدائما نقدم لطيورنا خلطات مختلفة في فصل الشتاء عن فصل الصيف نظرا لاختلاف احتياجاتهم في تلك الفترة لزيادة من العناصر الغذائية المختلفة أما الجزء الثاني للخروج بطيورنا من فصل الشتاء بأفضل نتائج وبدون خسائر هو الوقاية فأفضل طرق العلاج لبرد الشتاء هي الوقاية من الأمراض وليس علاجها الأفضل لنا ولطيورنا ولتوفير الجهد والتعب والمشاكل التي نحن بغناء عنها اتباع بعض الإرشادات والتعليمات البسيطة وسوف ترى الفارق بعينك طوال فترة الشتاء كما كنا سابقا بجانب العزل والتغذية الجيدة هناك بعض الإضافات التي تندرج تحت بند التغذية لأنها طبيعية وتعطي للطيور المزيد من الدفع والنشاط والحيوية وهي تقديم للطيور خلطة السوم بالليمون مرتين في الأسبوع بواقع خمس نقاط في المشربية تقديم منقوة زنجبيل للطيور مرة في الأسبوع تقديم مغلي الحلبة مرتين في الأسبوع تقديم عسل النحل مرة في الأسبوع تقديم الخضروات مثل الفلفل والجرجير والجزر والبطاطا والحلوة كل نوع منها مرة في الأسبوع وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته